في دخلة المدارس المفروض بيكون فيه التزامات كتيرة سواء دفع مصاريف المدرسة أو زي ما احنا حضرتك قلت دلوقتي للسابلايز الأوتوبيس اللي بيوصل أولاد المدرسة فيه تفاصيل كتيرة كده في البداية ازاي الأب والأم يقدروا يحددوا الدنيا ويحطوا كده خطة عشان يمشوا عليها الميزانية يكون عاملة ازاي يحضرها قبلها بكم شهر يعني التفاصيل دي كلها عشان الناس اللي خلاص ولادهم داخلين المدارس ولسه ما جابوش سابلايز يعملوا ايه الفترة اللي جاي طيب احنا في البداية لازم يكون من غير حتى المدرسة ومن غير الأدوات المدرسية المفروض يكون احنا ماشيين بخطة او ماشيين ببرنامج معين هنمشي بيه الميزانية العادية بتاعت الشهر هنمشيها ازاي واحد اتنين تلاتة او احنا مزبطين كل ده وعارفين موضوع الأدوات المدرسية وموضوع السابلايز وموضوع الشونط بقى والحاجات الخاصة بالمدارس ولبس المدارس والكلام ده كله بيبقى مرة كل سنة تمام يعني مش هجيبه على مدار الاثناشر الشهر بتاع السنة فاحنا عندنا فترات كتيرة بس نفتكيرها المرة دي بنفتكيرها كويس قوي طول السنة بنفتكيرها بس احنا لو عاملين حسابها من قبل كده هيبقى الدنيا بسيطة علينا شوية هنعمل ايه يعني احنا عندنا في الشهر العادي مفروض بنقسم بنشوف الميزانية بتاعتنا خلونا كده ندي حاجة بسيطة ازاي ان احنا نقسم ميزانية بشكل عام في البداية خالص ازاي ان انا بعمل ميزانية او الناس اللي مش بتعرف تعمل ميزانية ازاي تعمل ميزانية لازم يكون عندي الدخل اللي دخلي كله توتل بقى انا جمعته الوظيفة بتاعتي مأجرة حاجة بتعود علي بربحة اي حاجة بتعود علي بربحة بجمع كل ده ويبقى دوات صاف الدخل عندي ده اللي انا هبتدي اوزع منه هشيل منه رقم واحد واهم حاجة اللي هي المصرفات السابتة اللي هي ايه الاجار الفواتير ايجار فواتير كل كله كلام ده خلصنا من دي بقى معي المبلغ ده اللي بتيدي ايه اوزع علي بند طعام بند ملابس بند مثلا طرفيه لو فيه الميزانية تسمح بدا هعمل ده بند طوارق بند طوارق ده اساسي طبعا كل حد بيبقى مستلزماته غير التاني تمام يعني انا ممكن احط بند طرفيه لو انا ميزانيتي مش هتسمح بدا ممكن نلغي البند ده او نعمل حاجة بديلة ليه تمام بند الطوارق وكان فيه زمان بند اسمه بند للدخار طبعا نسينا دلوقتي فاحنا ممكن نضم بند للدخار مع بند الطوارق لبند الاستثمار ازاي بقى بدل ما بنتدخر احنا بنستثمر في الولاد وان شاء الله حيجل لبعدك في السبليز اللي احنا هندفعه نحاول لكن لا هو احنا لازم فعلا من فكرة الادخار ان احنا هنعمل ايه بند الطوارق وبند الادخار هنخليه مع بعض بند وحد ليه لان احنا يعني لو لقدر الله حصل ظرف مفاجئ او حاجة ده بند الطوارق هنطلع من ده مفيش يبقى المبلغ موجود كمدخرات تمام تمام طيب دلوقتي دخل علينا بند زيادة اللي هو بند الملابس والمستلدمات المدرسية والادوات المدرسية كل حاجات دي هنشوفها هنعملها ازاي بس ما ننساش بند الطوارق او بند المدخرات اللي كان موجود يعني احنا لو كل شهر سبنا مبلغ فيه على مدار اخر السنة هنلاقي مبلغ صحيح هيساعد وهيخفف من علينا العب اللي هو احنا داخلينه على دخلة المدارس والكمد ممكن ما يشاعدش كل حاجات هيساعد هيساعد كتير طبعا ولو احنا عملنا حاجة بسيطة قوي الكوينز الصغيرة زي اللي بتقع منينا في كل حتة واحنا مش عارفين لو جمعناها في مكان كده وركنها ما نبصلهاش خالص فعلى مدار اخر السنة هتجمع مبلغ حلو ومبلغ كويس لان انا كل يوم هشيل من الحاجات اللي هي انا شايفها زيادة معايا او ان انا ممكن اصرفها في حاجة طيب ما تكونش مهمة طيب اسابها زي ما هي فلوس ولما ييجي وقت السيزون او دخلة المدارس انزل اشتري الحاجة ولا افضل اشتري في الحاجات شهر بشهر اشتري مثلا النهاردة ممكن زي اه شوية حاجات الشهر ده شوية حاجات الشهر اللي بعده خلينا مسيال الفلوس لو فضلت فلوس اه 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 احنا مش هنصبر هنصرفها هنصرفها هنلاقلها الف باب لا انا مش بتكلم في الفلوس الفلوس انا بتكلم في الكوينز اللي هي الفضيات ما اختلفناش اصد في الاخر ممكن تعملها مبلغ ايا كان المبلغ ده هقول لحضرتك حاجة فضل الكوينز جي انا لو جمعتها في بوكس شغير او ازازة مش هفتحها خالص وهركينا عشان كده بقول مش هنبصلها وهننسيها لكن المبلغ التانية انا ممكن لو في زيادة معايا انزل اشتري مثلا دستة كشاكيل هنستخدمها انا مش موافقة كلام ده